بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أعزائي طلاب الصف العاشر في هذا الفيديو إن شاء الله راح أقوم بحل الـ Activity Book الوحدة السادسة اللي هي Planning a Trip التخطيط لرحلة Unit 6 Planning a Trip اللي هو معناها التخطيط لرحلة راح نبدأ بحل هاي الوحدة إن شاء الله أول سؤال طبعا هو السؤال عن vocabulary الكلمات match the following nouns from the box من الصندوق with their definitions تعريفاتهم كلمة definitions يعني تعريفات 1 to 7 الآن تحت معطينا تعريفات لهاي الكلمات خلينا شوف الكلمات راجحهم حتى إيش نكون عارفين شو هاي الكلمات اللي أخذناهم أول كلمة اللي هي كلمة plane كلمة plane اللي هي معناها سهل كلمة اللي هي منظر معناها منظر أو مشهد نسميها سينري Glacier اللي هي معناها نهر جليدي نهر جليدي Glacier Journey رحلة Journey رحلة Highlight شيء مميز شيء مميز بمعنى شيء بارز شيء بارز ومميز Highlight ظاهر للعيان Root بمعنى طريق Root بمعنى إيش طريق Canyon اللي هو المقصود في المضيق المضيق الموجود بين جبلهم سميه Canyon Waterfall شلال Waterfall شلال خلينا نشوف الأولى محلولة عنا Beautiful Beautiful ايش معناتها Beautiful يعني جميل Beautiful Landscapes يعني مناظر طبيعية كلمة Landscapes معناها مناظر طبيعية طيب ايش هي الكلبة اللي معناها Beautiful Landscape اللي هي Scenery Scenery معناها مناظر طبيعية طيب الكلمة اللي وراها Water Water اللي هو الماء Flowing down يعني يجري بشكل سقوط يسقط Flowing down يسقط للأسفل Steep cliff يسقط أسفل منحدر حاد جدا كلمة Steep Steep عفوا Steep cliff معناها منحدر حاد منحدر حاد Steep cliff طيب ايش هو هذا الكلام اللي هو Water Fall شلال Waterfall اللي هي شلال اذا مرة ثانية Water following down Steep cliff معناها Waterfall شلال A line of road line معناها خط اذا شو معنا كلمة line يعني خط طيب Road طريق A line of road خط من الطريق اللي هو كلمة Root موجودة عندنا هون اللي هي كلمة Root إذن هون نكتب كلمة Root طيب A large كبير كلمة large كبير Flat مسطح And treeless treeless كلمة treeless أصلها كلمة tree tree معناها شجرة طيب لو نحكي treeless يعني بلا أشجار بلا أشجار طيب شو هذا المكان اللي هو A large flat flat يعني مسطح And treeless land أرض بلا أشجار ومسطحة وكبيرة اللي هو plane اللي هو السهل plane بمعنى السهل The best يعني الأفضل Or most exciting thing أو الشيء الأكثر تشويقا يعني شيء مميز وبارز للعيام سمي إيش High light إذن هون كمان نكتب High light ننتقل للكلمة السادسة A deep valley كلمة deep يعني عميق deep بمعنى عميق طيب valley إيش معنى كلمة valley valley يعني وادي طيب شو صار معناها A deep valley وادي عميق In a mountainous mountainous معناها جبلي مأخوذة من كلمة mountain mountain يعني جبل لما حطينا عليها أو واليو والأس صارت صفة فصار معناها جبلي mountainous area يعني منطقة جبلية إيش هو هذا المكان A deep valley in a mountainous area اللي هو كانيون كانيون اللي هو المضيق كانيون يعني وادي بين جبلين وادي عميق بين جبلين منسميه كانيون A frozen river of ice شو معنى كلمة frozen frozen يعني متجمد frozen معناها متجمد طيب river نهر ice جليد شو معنى A frozen river of ice نهر متجمد من الجليد نهر متجمد من الجليد إيش هو نجعل كلمات نفكر فيهم scenery glacier yes it is glacier إذن هاي هي الكلمة شفتوا كيف طلعت معنى الكلمة glacier لنزم تكون فاهم معنى الكلام اللي موجود أمامك يعني إذا ما فهمت معنى الكلام معناته ما راح تعرف تحل glacier إذن الجواب هو glacier glacier بمعنى نهر جليدي لاحظوا أنا فسرت الكلام حتى أعرف المعنى طيب فكثير طلاب بستغرف كيف بتعرف أنت الكلمة لأنك أنت حافظ الكلمات هاي يعني frozen عارفها متجمد river نهر ice جليد آه هاي الكلمات بدك تحفظهم هاي الكلمات بدك تحفظهم وتزيدهم لثروتك اللغوية طلابي الصف العاشر الإنجليزي بده شغل بده اجتهاد يعني بدك أنت كمان تبذي الجهد يعني مش بس أنه مثلاً أنت الآن عرفت الكلمة خلصت الحصة تعال جاي افتح الكتاب واحفظوا الكلمات الجديدة شو الكلمات الجديدة يا أستاذ يعني مثلاً كلمة frozen متجمد احفظها عيد عليها لو حتى لو حافظها عيد عليها frozen frozen متجمد river river يعني نهر ice جليد deep deep يعني عميق valley وادي احفظ تمام عيد عليهم large large يعني كبير flat مسطح flat flat line خط road طريق road treeless treeless بلا أشجار land رح تجده طلابي الأعزاء يعني صدقاً يعني والله رح تجده متعة متعة وانت تدرس الانجليزي صدقوني رح تجد متعة في دراسة مادة الانجليزي وما رح تمل من الدراسة كمان لأنك انت عمالك بتكتسب أشياء جديدة في أشياء جديدة مش انه خلص والله عرفت المعنى وهاي معناها روت وخلص واشارك مع المدرس أو المدرسة وانتهى الموضوع لا الآن فاتتك يعني أنا شو فاتتك فاتتك إنه عطيتك المعاني نطقتلك المعاني وفهمتلك المعاني فهمتك كيف حليت خلص الآن دورك انت دورك انت بيوتيفل بيوتيفل جميل وكمان اتدرب على الاملة كمان بيوتيفل تلاحظوا E A U T I F U بيوتيفل لاند اسكيبس وانسخ وبهاي الطريقة نجع التمرين الثاني التمرين رقم اثنين اللي هو كلمة يعني قواعد هذا التمرين على القواعد كلمة معناها اقتراحات حطوا جنبها اقتراحات سجيششنز كمل يعني محكي لك كمبليت أكمل بي الشكل الصحيح أو الشكل الصحيح من الأفعال كلمة معناها أقواس بدك تكمل الأفعال الموجودة بالأقواس في الصحب طالما في عندي كلمة شل ايش قاعدة شل ذكروا هيا شل بيجي وراها انفينيتف شو قاعدتها لازم يجي وراها انفينيتف هذا الشكل شل زائد انفينيتف شل زائد انفينيتف طيب نيجي عندي كلمة جو بنحكي شل وي جو صحي محلولة شل وي جو بمعنى يجب ان نذهب هلا ذهبنا كلمة لايبراري معناها مكتبة زودوها لذخيرتكم مكتبة لايبراري هذا المساء شل ها 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 قاعدتها خلص فعل مجرد كلمة انفينيتف شو معناتها فعل مجرد فلما يحكي why don't we خلي فتح اللوح why don't we معناها ايش فعل مجرد لازم يجي وراها فعل مجرد الى اللحظ هذول القواعد الاساسية اللي لازم يكون عارفينهم shall we why don't we طيب why don't we العالم عندي كلمة half فمنكتب why don't we have something to eat ليش ما يكون عنا ايش ينكل how about شو قاعدة how about how about بيجي وراها ing اذا how how about تركيبتها بهذا الشكل زائد ing هاي قاعدتها how about زائد ing بس خلص هاي تركيبتها how about watch شو بتصير watching how about watching يعني شو رأيكم شو رأيكم نشاهد الدي في دي تمام watch let's كلمة let's شو قاعدتها كمان let's قاعدتها زائد infinitive let's table tennis تنس طاولة let's play let's play table tennis طيب what shall we what shall we لاحظ هون عندك كلمة shall what shall we هاي لما تكون بالسؤال هاي كلمة السؤال what بعدين shall بعدين subject الفاعل يعني أكتب الكمية هون أول إشي what صح هاي كلمة السؤال بعدين شو بيجي ورها زائد shall زائد shall زائد subject لازم يجي ورها subject زائد 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 infinitive الفعل وبتكمل هاي سويت السؤال what shall we إننا عنا كلمة order تيجي زي ما هي what shall we order from the من شو لازم نطلب من القائمة الأكل من قائمة أكل what about كمان what about شو بيجي وراها كمان ing what about شو قاعدتها هاي what وهي about شو قاعدتها what about زائد ing زي how about لحظوا how about what about بيجي وراهم ing لكن why don't we و shall و let let بيجي وراهم infinitive كمان مرة what about how about بيجي وراهم ing why don't we shall we و let بيجي وراهم infinitive فعل مجرد what about وعننا كلمة travel شو بتصير what about traveling what about traveling وضعفنا l في كلمة traveling buy train شو رأيكم نسافر بالقطار it's cheaper إنه أرخص كلمة cheaper يعني أرخص why don't we سبعة why don't we يلا عنا كلمة meet why don't we meet why don't we meet at the station ليش ما نتقابل في المحطة كلمة station station يعني محطة محطة قطارات محطة سيارات what station تمام let's our holiday وعنا كلمة plan plan يعني يخطط تمام خليوا بالكم hi plan معناها سهل تمام plan معناها يخطط معناها إيش يخطط و plan اللي زي هيك شوفوا معناها طائرة شوفوا كيف اختلفت الكلمات الثلاثة انتبهوا لهم plan اللي هي بالشكل هذا سهل plan يخطط plan اللي هو هذا الشكل معناها طائرة let's بيجي وراها infinitive let's plan دعونا نخطط our holiday كلمة holiday معناها عطلة كلمة holiday معناها إيش عطلة اكتبوا جنبها holiday عطلة واحفظوها خلص التمرين ومع السلامة ننتقل للتمرين الثالث complete the dialogue أكمل الحوار كلمة dialogue بمعنى حوار أول إشي بنتكمل الحوار تمام يعني الحوار هنا مش مصيوغ الأسئلة فبدك أنت تصيغ جمل صحيحة بعدين then number number يعني رقم كلمة number يعني رقم حط الحوار في رقم الصحيح the lines in the correct order خلينا أول إشي نشكل جمل عندنا هون that وعندنا good idea طيب كيف بدأ أصنع جملة هل بحكي that good idea ناقص إشي شو ناقص عندنا الفيرب اللي هو الفعل فشو بحكي that's that's a good idea a نزود عندك a بعدين good نكتب good that's a good idea هذه فكرة حسنة what we watch what we watch هاي بدك تعمل سؤال طيب نبدأ بwhat نكتب كلمة what طيب هون عندك watch إذن تحتاج أنت لشل what shall نكتب what shall طيب بعدين نحط what shall we وبعدين الفعل watch what shall we watch خلاص وعلامة السؤال لاحظوا كيف كونت هاي الجملة وهاي سؤال that's a good idea that's زودت بعد that اللي هو اللي شايفين هاي الأبوستر واس هاي اختصار is يعني ممكن تحكي that is ممكن تحكي that is that is a good idea أو that's a good idea what shall we watch what shall we watch ماذا يجب علينا أن نشاهد طيب خليشوف الثانية أوكي how حط لك هون كلمة how و look up طيب يلا كون منهم سؤال لاحظوا هون how look إذا بتحكي أوكي الإجابة نحكي أوكي هاي فاصلة how زود من عندك about من القواعد اللي حافظهم how about طيب how about شو قاعدتها لازم يجي وراها الفعل ing إذن look شو بتصير how about looking how about looking up بكمل الجملة كاملة how about looking up the tv schedule schedule يعني جدول كلمة schedule هاي طلاب العزاء معناها جدول وتنطق بهذا الشكل schedule 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 شد schedule schedule يعني إيش جدول تمام schedule جدول طيب in the newspaper in the news in the newspaper بكمل كامل in the news paper يعني في الجريدة كلمة newspaper معناها جريدة in the newspaper وبحط على السؤال my favorite program my favorite program is on هاي ما عليها تشغل خلص my favorite program is on بكتبها كمان بكتب my favorite ممكن ما يكفي للسطر my favorite program my favorite يعني المفضل program يعني برنامجي المفضل my favorite program is on برنامجي المفضل شغال is on ونحط علامة تعجب my favorite program is on طيب كمل الان عندك هون we watch it we watch it الان بدك تكون سؤال على هاي we watch it شو بتحكي تحكي shall we watch it shall we watch it shall we watch it it's a comedy بتكمل طبعا الإجابة it's a comedy تكتب it's a comedy إنه comedy خلص السؤال هاي نيجي على هاي what we do tonight لاحظوا محلول حلك yeah what shall what shall we do tonight لاحظوا كتب كلمة shall طب ليش كتب كلمة shall لش ما حكي what about how about لأنه هون في عندك we فاعل how about what about لازم يجي وراه الفعل مباشر مع ing فحاط لك هون we معناته بتحتاج انت shall what shall we do tonight ماذا سنفعل yes I love watch it I love watch الآن بدأ يتكمل هاي الجملة بالطريقة الصحيحة طيب شو بحكي هون yes I love I love وحاط لك كلمة watch it طيب شو اللي بصير هون تحكي أول الشي yes تكتب ها زي ما هي تكتب yes ما في مشكل عنها yes تكتب زي ما هي yes طيب I love تحكي I'd love اللي مباشرة طبعا لما تكتب زي هيك دايما 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 بالله بالأعزاء هذا المصطلح I'd love to بيجي وراها to I'd love to وبتكمل I'd love to watch it I'd love to watch it وخلص هيك I'd love to watch it طيب let watch TV اللي وراها let watch TV شو بتحكي هون هل بتحكي let's watch TV شو بتحكي let's إذن بتزود عليها هاي الابوستروف وراها S let's watch TV let's watch TV طيب آخر واحد I don't know تكتب ها نفس ما هي I don't know يعني معناها لا أعرف وحط لك هون why why يعني why يعني لماذا I don't know why طيب شو بتحتاج هون why don't لما لا why don't we why don't we see why don't we see what's on ماذا يعني شو اللي شغال خلينا شوف شو اللي شغال لاحظوا لا تلخبطوا لا تلخبطوا بين why don't وبين how about وبين what about why don't بيجي وراها مباشرة why don't بيجي وراها بهذا الشكل why don't we see why don't we see لاحظوا فعل مجرد هون طيب هيك خلصنا حل الجمل الآن شو بيحكي لك القسم الثاني من نفس السؤال لاحظ complete the dialogue كملنا number رقمهم بدك ترقم الترتيب طبعا هاي ترقيبها ايش بتكون هاي هاي بتكون الثالثة number three طيب واللي بعدها هاي بتكون رقم خمسة five بالحوار بعدين عندك هاي number one اللي وراها number six هاي رقمها ستة طيب اللي بعدها number two اللي بعدها number four كيف صار يعني الحديث هيك طلعوا كيف طلابي الأعزاء عندك رقم واحد هي بتبدأ من هون what about بتبدأ من هذا الحوار خلينا نغير اللون عشان تكون عارفين الأمور أفضل بتبدأ من هذا الحديث بيبدأ بهذا المقطع هون what shall we do tonight what shall we نرجع على 2 رقم 2 بحكي let's watch tv هاي رقم 2 شايفين كيف let's tv طيب بعدين تطلع لرقم 3 فبيرد علي بحكي that's a good idea هاي فكرة حلوة what shall we watch شو بدنا نشوف برجع لرقم 4 فبيرد علي بحكي I don't know مش عارف why don't we see what on why don't we see what on why don't we see what on بعدين آخر رقم رقم خمسة okay how about looking up the tv schedule in the news paper في الجريدة ليش منشوف الجدول تبع البرامج ليش منشوف الجدول في الجريدة schedule لاحظوا هون انا احكيت لكم كلمة انه schedule لاحظوا كيف نطقها schedule 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 طبعا هذا النطق البريطاني النطق الامريكي ممكن تنطقها schedule ممكن تنطقها schedule يعني فالها نطقين طلابي العزاء هاي الكلمة الها نطقين schedule اللي هو نطق البريطاني schedule النطق البريطاني schedule 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 اما النطق الامريكي سكيجول سكيجول يعني كنطق لك السي والاش نطقهم كأنهم حرف الكي تمام سكيجول سكيجول خلينا على النطق البريطاني شجول هو النطق اللي بنتعلم في كلنا ان شاء الله طيب هيك التمرين طلابي الأعزاء خلص هذا التمرين بنروح الان للتمرين اللي وراه طبعا ان شاء الله نكون في وقت عنا آآ التمرين الوراء هاي صفحة خمس ثلاثين طيب نخليها نخليها بحصة لحال اذا هاي حتى ما يعني ما نشعر بالملل نخليها بحصة لحال هي طبع صفحة خمس ثلاثين حلناها ان شاء الله الحصة القادمة راح نحل ايش آآ راح نحل هاي الصفحة باذن الله تعالى يعطيكم العافية طلابي الأعزاء